بعض الأطفال وحديثي الولادة بيجوا يعني بيتولدوا عندهم عيوب خلقية في الأسنان ودي عيوب غالبا ما بيبقاش في منها خوف أو قلق لكن المهم ان احنا نبدأ معها من بدري أو من سن صغير عشان نقدر نعالجها بشكل كامل ونضمن أسنان سليمة لأولادنا وابتسامة كمان صحية ليهم طيب ازاي ممكن نعالج العيوب دي الطرق المتاحة للتخلص منها وأسئلة تانية كتير يا مصطفى اعتقد ان فيه اسئلة لها علاقة بالتدخل الجراحي وفيه اسئلة لها علاقة بالعلاج المنطقي اللي ممكن نستخدمه مع أولادنا نقدر نميز من ده وده ازاي خلينا نتكلم في هذا الموضوع بصحبتنا الدكتور محمود سعدون أخي الصاية طب الأسنان طب أسنان الأطفال في جامعة القهرة حتكلمنا عن هذه الموضوع بالتفصيل أهلا بك دكتور أهلا بحضرتكم في البداية نتكلم عن الموضوع بشق وراثي هل الأمراض الوراثية لها علاقة بتشوهات الأسنان وإيه اللي بيحصل مع أولادنا يعني في سن مبكرة من يعني عدم نطج الأسنان بشكل متكامل أو صح هو معظم الأمراض الوراثية والمتلازمات لها شق خاص بالأسنان فحتى في تصنيف المتلازمات وتشخيصها بالإضافة طبعا إلى أن في تطور طبعا في موضوع الجيناتك السينية رسم جيني أو التحاليل الجينية والدراسة الجينية أنه قبل كده حتى قبل تطور الموضوع كان الأسنان كانت هي كي فاكتور في حل المتلازمات لأنه يبقى لها زي بصمة وليها مجموعة من الخصائص مشتركة مع متلازمات أخرى زي أشهرهم طبعا هي داون سندروم اللي هي متلازمة داون أو سلسية 21 بيسموها وكتير منها بيبقى لها صفة مميزة في الأسنان بيخليها سهلة في التشخيص ومعروفة فإحنا تعرفنا في وسطنا العربي عن التشوهات الوراثية كلمة الوراثية لما انترجمها الطبية في مصرحات إنجليزية لها معنايين إن هي هل الجيناتك هل هي في الجينات هل هي في الدين بتاع المريض ولا إن هي تشوهات هو ولد بيها لأسباب تانية غير الأسباب الجينية فهي ممكن تبقى حاجات جينية وممكن تبقى حاجات هو تولد بيها لمشاكل في التغذية لإشعاعات كونية بقى حاجات عرضية ما فيش فيها كنترول عليها أو بعض الفيروسات والبكتيريا اللي ممكن تصاب بيها الأم أو الطفل في السنين الأولى كل دي حاجات دي ممكن تأثر على الأسنان والتدوين تجعانها هذه التشوهات طيب دكتر إيه هي الأمراض الوراثية أيًا كانت تأسمها زي ما حضرت دكارت إيه هي الأمراض أو العيوب الخلقية الأكثر شيوعاً عن الأطفال يعني الأكثر شيوعاً إحنا هنقول إنه متلازمات المشهورة يعني عندنا متلازمة داون هي أكثر نسبة لإنه وهي مشهورة ومعروفة ودايماً هي مميزة إحنا عندنا بنقسمها بقى لأكثر من حاجة يعني فيه أمراض وراثية وتشوهات تأثر على شكل السنة يعني إيه حجمها ممكن تبقى مدببة ممكن تبقى صغيرة ممكن الحاجات تأثر على السطح ممكن يبقى السطح اللي هو اللي احنا متعودين عليه اللي أنت اللامع الأبيض دا يبقى صوفت يبقى طاري الكالسين فيه قليل ممكن يبقى مخرم أو مش مبني مزبوط ممكن يبقى الاحتمال التالت إنه هو يبقى فيه فقد كامل في الأسنان يعني إحنا ممكن يبقى الطبيعي إنه ممكن إحنا 32 درس وإننا فيه بعض المتلازمات واحدة اسمها مثلا اكتودورما ديسبليجي بتأثر على الشعر على الجلد على الضوافر وعلى الأسنان وهي مشهورة للأسف يعني شوفنا في أكتر من موقف إنها دايما في الجواز الأرايب ممكن تصيب بعيلة فيبقى أكتر من طفل في نفس الأسرة مصابين بالمتلازمة دي إيه اللي بيحصل هو يبقى عنده سنتين تلاتة مدبابين فقط ويبقى جميع الأسنان والدروس اختفت مش موجودة أصلا نعمل أشعة حتى كمان ما تبقاش موجودة اه يعني مش موجودة بمعنى إنه من الممكن إنه ييجي طفل مثلا عنده اتأخرت الأسنان فنعمل أشعة علاج الأسنان جوه العظم دي قضية وإن هي ما تبقاش موجودة خلص هي ما تكونتش البذرة نفسها جوه العظم مش موجودة ده من إيه إزاي ما تكونش ما تكونش دي دي خلال جيني طبعا دي خلال جيني بيصيب تلات حاجات مرتبطين ببعض جينيا الضوافر والشعر والأسنان ودي دي علاج وغودة العراقية طبعا علاجها إحنا حتى يعني جابين بعض الصور للحالات إن هي بنبدأ في البداية لو هو في فقد كبير في الأسنان إنه بيتعامل طقم متحرك مثلا لطفل أيوة ده صحيح أنا عارف إن طقم متحرك يعني قصة مرتبطة في أزهاننا بالكبار في السن قوي إنما لا الحقيقة بيتعامل في الطفل الصغير بيجي بعد كده هقول لها لك برضو مشكلة الزراع إيه إن الزراع عشان تتحط لازم تتحط في عضم مكتمل النمو صح أنت بتتكلم بقى أنت بتحط هذه الزراع أو هذا ده ده مصمار تيتانيوم أنت بتحطه في العضم طيب أنا في حد كبير أوكي مقبولة إنما الطفل بقى بتتكلم في 3 و 4 و 5 سنين هتعمل إيه صعب جدا الزراع ما هيش أوبشن إنما عشان النقطة دي هي جيدة very very recent إحنا فيها توصيات قريب جدا إن ممكن يتزرع في مكان واحد في الفكين هو في المنطقة الأمامية من تحت ويتشال عليها طائمة متحرك بس هتبقى حالته أحد يعني هالك أصرتي نقطة هي إيه لسه قيد للدراسة بس أخيرا نقدر نزرع حتى في سن مبكرة في المنطقة الأمامية دي بتادت بقى زميلنا في أكتر متخصص يتعاونوا لإن الموضوع يعني بتاعت الشوهات ده إحنا الماسترو هو طب أسنان أطفال هو بيوزع المريض على التخصصاته وبيتابعه إنما معنا التركيبات المتحركة والجراحة وعلاج الجزور زي ما حيك ما تفضلتي والزراعة وكل واحد من دول يتخصص اللي يتخصص بقى ودور مختلف صحيح صحيح طيب التقويم يا دكتور التقويم هو العلاج اللي إحنا عارفينه على مدار السنين طويلة جدا للأطفال هل لي يعني أشكال جديدة نقدر نقول إن هي عشرين اربعة وعشرين بالنسبة للطفل يعني على الأقل تخفي المنظر اللي ممكن يعمل له شكل يعني نوع من أنواع الاضطراب النفسي أو التعمل فيه تنمر طبعا بيحصل ممكن وارد طبعا بس إنت حالك بتتكلم على إنه الأسنان موجودة وسريمة ولكن فيه تزاحهم في الأسنان ده يعتبر من ضمن برضو التشوهات اللي ممكن تحصل بنقول إنه التقويم المعتاد اللي هو فص معدن وسلك معدن ده الحد هذه اللحظة اللي احنا بتكلم فيها هو ده أكتر حاجة مضمونة في تحريك الأسنان خصوصا في طفل لإنه إحنا ببقى محتاجين نركبه الفترة طويلة بقى محتاجين نحرك الأسنان يعني إلى حد بسيط إلى حد بسيط ممكن تغير وضع الفك والعظم بالتقويم السابت وبالأجهزة اللي احنا بنركبها لأنه فيه شقين في الموضوع ده إنما بقى فيه تقويم شفاف عندنا إشكالية لازالت معها لحد دلوقتي إنه التقويم الشفاف ده بيتعامل من سيراميك من خمات مختلفة عن المعدن فكفاءة في تحريك الأسنان مش زي المعدن بس كشكل قب كشكل مقبول وده غير طبعا فيه تقويم شفاف بجمال خالص لا بيبقى باين لما تقرب شوان المريض إنما بصفة عامة بيبقى مقبول فيه تقويم الشفاف اللي هو بيبقى طبقة شفافة بتتحط على الأسنان بجهاز متحرك بتشاله وتتحط مشكلة ده مع الأطفال هو في الالتزان إنه هيبقى صعب هيبقى صعب إن الفكرة إن الطفل يتعاوه ويبقى معه جهاز يتقبل يشيله ويحطه ويعتمد على نفسه إنه هو يلبسه عدد ساعات طويلة في اليوم وتنجح الخطة فلذلك نرجع للنقطة التانية بالرغم من إنه فيه أكثر من حاجة يعني بقى عندنا السابت وبعدنا المتحرك بقى عندنا السابت فيه منه معدن وفيه منه بلون السنان لازلنا برضو في كل العالم على فكرة مش هنا بس الناس كلها ملتصقة بالتقويم المعدن لكفاءته ولإنه لا يعتمد على تعاون المريض في خطة العلاج لبسه أو ملبسوش هو ما عندوش الـ option إنه يقلعه أصلا هل كل الحالات المتعلقة بالأسنان مثلا اللي بتبقى فوق بعض أو اللي فيها مشاجر اللي بتتصلة بتقويم يعني هل كل الأسنان أو كل الخطة العلاجية ممكن تمشي معها التقويم كل الحالات تمشي معها التقويم ولا فيه حالات ماينفعش معها تقويم ولازم يكون فيها تدخل جراحي أو أي خطة تانية يعني إحنا برضو من اللوان إحنا بتكلم عن التشوهات دلوقتي ففيه حاجات التقويم هيتعاون فيها مع الجراح يعني التقويم هو حل يعني هو الحل المثالي لأي تزاحم في الأسنان أو أي شكل سيء بسبب وضع السنان نحن نحركها بمكان لمكان الطرق البديلة عنده إن إحنا نبرد الأسنان ونركب ترابيش يعني ده مش حل كويس أحيانا بيبقى الفك صغير يا دكتور فعلا لما بيجي تتفك الأسنان وبيتفك تزاحم الأسنان بيبقى فيه مشكلة كويس هنا بقى هنيجي الحل بقى للتعاون مع الجراح بمعنى إن فيه تقويم وفيه تقويم جراحي إنه هو بيبدأ المريض بيلبس التقويم الفصوص المعتادة لحضرتك عرفها بس الفك صغير أو إن الفك السوفلي ممتده كبير جدا أو العكس إن الفك العلوي هو العامل ضبه خارج اللي بره جامد حرك السنان زي ما تحركها مش تحصل على نتيجة هنا الحل هو الجراح الجراح إيه اللي بيحصل؟ إنه بيتم تغيير وضع الفك والأسنان دكتور صور موجودة على الشاشة الزبط دي حالات اللي بتحتاج تقويم إنه تعاون بقى بين الدكتور التقويم ودكتور الجراح اللي لازم هيتعمل تقويم جراحي إنه بيبدأ بتقويم المعتاد وبعدين بيبقى بتيجي دور العملية إيه العملية بتعمل إيه؟ ببساطة الفك اللي هو السوفلي مثلا في الحالة زي دي اللي هو ممتد البرا قوي دوت آه فبيبقى ليه جراحة بيبقى فيه فصل في نقطة معينة وبنقدر نرجع الفك الورا وبيتثبت طبعا بشريحه ومصاميري إنما الجديد في الموضوع ده إن المريض بيخرج ياكل يشرب بيحرك الفك ما فيش عنده مشكلة يعني كان قبل كالي كان بقى فيه تثبيت أنا حضراتي ده شفت في كلية كان بقى فيه تثبيت للمريض بيقعد مسبت قفلين بقه كذا شهر زي اللي مجبس إيده موضوع كان بيبقى باشا مع تطور بقى أنه بقى فيه شريحه وتثبيت هو بيخرج من عملية فاتح بقه عادي جدا فطبعا الموضوع لما بقى سهل كتر وبقى بيتعمل كتير درس العقل يا دكتور يعني هو كان عند أجدادنا ليه وظيفة ممتاز وإحنا بقى اكتشفنا إن إحنا مالوش لازمة وإحنا لازم نخلع درس العقل ده مع شاهد ده سؤال ما حيارني إحنا جيلنا بقى مهواش زي جيل أجدادنا خد بالك ثم أنا هقولك يعني إن القصة دي كان أفكهم أكبر يعني هقول لها ركبة أجاية منين هي أولا ده تراكم أجيال يعني مش إحنا بس المزنبين برضو الأجيال اللي قابلنا أزنبوا في حقنا بمعنى إيه هو القصة دي جاية من الانستروبوليجي لهو تطور الإنسان من زمان لحد دلوقتي هو إنت مش إنت لو تمرنت تمرنت كده العضلات هتزداد في الحجم وهتتكيف على اللود اللي نازل عليها كذلك جسم الإنسان إحنا في مرحلة بنقول إن كان فيه فيه عصور كان الأكل كله هارد قاسي يعني الناس بتاكل ما كانش فيه دي النعم قوي ده ما كانش فيه السكريات الرهيبة اللي بتديك طاقة كبيرة قوي في كمية أكل قليلة فكان عشان خطر المزارع والإنسان اللي شغال بعضلاته ده يأكل كان بيأكل كمية كبيرة من الأكل الهارد قال خلاصة إنه كان دايما حجم الفك حجم الفك على مدار أجيال بيساعي 32 درس وسنة دلوقتي فعلا ده صحيح إنه جسم الإنسان بيتراجع أو المسافة اللي بيطلع فيها الدروس دي نظرا لإن إحنا فيه عندنا دمور عدم الاستخدام إن إحنا بقى فرصة يبقى فيه دروس عقلي مدفونا بقت في الأجيال الجديدة في جيلنا والأجيال الأصغر من إحنا بنشوفه كمان مش على مشكلة دروس عقلي كمان إحنا عندنا نسبة إن الأطفال محتاجة تقويم بتزيد كل فترة الفك بقى أصغر بقى فيه الحياة بقت أسهل ما بقى لاش محتاجين المطغر رهيب بتاع زمان فده أنا بقول لك ده تراكم أجيال يعني ده مش غلطة الجيل ده بس وده ممكن يحصل بعد كده إن الطاقة الموضوع بقى كمان فك أصغر من ده إن الفك هو خلاص المشكلة حصلة وممكن تزيد قدام ممكن راجع لإيه بقى إن أنت خلاص الجسم الإنسان بيتكيف على البيئة اللي هو عايش فيها والطاقة اللي هو محتاجة أعمالها طيب دكتر ساعات يعني منشوف أعرانات مية فيها فلورايد أو وبرة متعرفة عن إنه الأطفال ممكن ياخدوا أقراس فلورايد ده صحي ولا مش صحي ولا غير طيب إحنا بالكلمة على تشوهات ففي عندنا من ضمن التشوهات المكتسبة إحنا ما فصلناش يعني تفصيلات قوية قوي إنما هي تسمم الفلورايد يعني إيه تسمم الفلورايد يعني كمية كبيرة من الفلورايد في المية هتشربها الأم مش بكلمة على الطفل في دلوقتي وفي أثناء الحمل وفي الأول شهور وأول سنة للطفل في حياته اللي يتعرض لماية برضو ولبن فيه فلورايد عالي هيبتدي يحصل بقع لونها بني أو أسود عنيفة جدا في الأسنان إحنا بنقول إحنا موقف الفلورايد إيه في مصر إحنا الفلورايد في العالم كله ونظمة الصحة العالمية حددت أرقام من 1.5% جزء في المليون في مياه الشرب إحنا موقفنا إيه في مصر بقى إحنا من نص ل7 من 10 جزء في المليون إنما يعود ده ما تنساش إنه المنظمات دي عملت الأرقام دي عليهم هم مش عليه نحن يعني إحنا في البيئة بتاعتنا بنشرب كميات من المياه أكتر منهم فهتجد إنه هي ترتيب رباني سبحان الله إن المياه في النيل في المكان دي اللي ما تريد بص على الخال المكان اللي أنت فيه هنا وإنت في بيئة حرة كمان تبطر تشرب فيها نسبة من الفلورايد هي بالضبط اللي إحنا محتاجين إحنا لو أكتر من كده هيبقى عندنا تسامم في الفلورايد والهو بيجي بنشوفه في الإخوة العرب كتير أو بيجوا يعني لسياحة علاجية أو كده فيه استنام كلها بقلونها بوني أو أسود وفي حالات كتير إحنا بقى بنعمل لها عدسات أو بنعمل لها حشوات أو حتى تلبيسات تركيبات سابتة هنا في مصر هتلاقي الموضوع ده مش أنت مش هتحس بي مش هتشوفه يعني ما تشوفتوش عند حد هتطقت وإنت في الحياتك العادية لما تيجب بص في الخريطة إحنا تحتنا السودان عندهم مشكلة في المياه ليبيا والمياه الجوفية عندهم مشكلة في المياه الجزيل العربي عندهم مشكلة في المياه لوها الفلورايد فيها عالي هنا إحنا في مصر بدون ترتيبة مش بتكلم على معالجات أنا بتكلم على المياه الروق اللي موجودة في نهر النيل إن هي من نص لسبعة من عشر هو ده بالزبط اللي إحنا محتاجين وطيب جد في التسعينات طلعت بقى صحيحة إن إحنا ناخد أقراص وأوروبا اتجهت في الموضوع ده اتجاه كبير قوي إن هم يدوا الأطفال في المدارس أقراص يبلعوها مش إن هو يمضوا بيها فيها فلورايد وياخدوها في المدارس عشان يضمنوا إن كل الناس إيه تاخد فحاولوا يصدروا الفكرة دي المصر ولكن يعني أسد ذاتنا في القصة عيني في وقتها يعني أشاد وقفوا في الموضوع ده إن إحنا فعلا مش محتاجينه واتمنعت القصة دي إن هي ما كملتش لأنه زيادة الفلورايد نيجي بقى للمشاكل أولا وأهم مشكلة أنا شايفها بتالي هي حوبي أسر على الايكيو لما يعلى الايكيو في الأطفال معدل الزكاة لما بيعلى الفلورايد على مستوى معين بيقى فيه تراجع في معدل الزكاة تاني نقطة إن هو لما يزيد في مياه الشرب وإحنا مش محتاجين قولنا بقى إن إحنا هنا في مصر محناش محتاجين ده خالص لما يزيد في مياه الشرب لا بيعمل البقع البني والسودا وبيعمل حفر وتشوف الأسنان عنيف جدا فإذن إحنا بنقول إنه الحمد لله هي طبعا مياه معالجة وكل حاجة ولكن إنه فعلا إحنا ما عندناش العبء ده تبص على وضائنا لأن المياه بتاعتنا بوضعها الحالي إحنا مش محتاجين زياد عنها فموضوع الأقراص ده نقول إنه هو إيه محناش محتاجين هنا في مصر بلاش منه حتى المياه المياه العادية بلاش أي مياه وتبقى مؤالجة بشكل مختلف فيها هي المياه المتاحة محناش محتاجين فيها أي إضافات إيه لها نضف لها في لورايد ولا هنسحب منها طيب الأطفال يعني شغفهم بالسكر مالوش حدود وما بتعرفش تسيطر عليهم أكيد هي أكتر الحاجات ضررا يا دكتور يعني إحنا بنشوف لما بتخش الملاتة التجارية بتشوف ألوان من السكر الصناعي الجيليكول اللي مش عارف اللي عاملة كده الكانديز كل دي طبعا مش بتأثر هي بتدمر الأسنان الأكثر ضررا فالأقل فالأقل ونحمي ازاي دينا رشدة للقصة طيب سريعا الأكثر ضررا هي كل السكريات الناعمة الملتصقة بسطح الأسنان لساعات طويلة اللي هي الحاجات الحلوة للأسف اللي حالك قلت لها كلها التشوكلت والمارشمال والجيليزي لا تشوكلت بها تبلع حتى دي كمان حتى دي أطبعا تصل شوالها صحية أنا عارف كده صحية دي كانت التغذية متجهين في الموضوع دي في الدارك التشوكلت بالتحديد مش فتحينها قوي بس يعني ده موضوع هم يتكلمون فيه أنا بالنسبالي كل السكريات التي تلتصق بالأسنان لفترة طويلة هيتسبب عنها تسويس تسويس عنيفة فهنا نقول ايه الحلول يعني برضو في الآخر أن الأطفال في كل بيت فيه موضوع صعب أنك تسيطر عليك فبنقول أنه حتى لو مش قادرة تكنترول على الولد أو على الطفل اللي عندك أنت ابدأ بأول بنصيحة أن أنت تتفاوض في الموضوع السكريات دي تبقى مرة واحدة في اليوم يعني أنت اعتبر نفسك أنت قاعد مع حدة على طاولة مفاوضات فحاول تنسق أمورك معه أنت المنع الكامل هيبقى صعب فإحنا بنقول ممكن مرة واحدة في اليوم نضحك عليه بقى ونكملها ونخليها بعد الغداء لأنه معدة الطفل صغيرة جدا تأكلوا فكهة فمهما أنا بقول حتى لو السكريات اللي هو بيحبها اللي هي سيئة دي إحنا هنبدأ بديل أول إحنا أول حاجة أنه نتفاوض على أنه تبقى مرة واحدة في اليوم وبعد الغداء تاني نقطة أنه نحن بعدها على طول يبقى فرشة بقى لو جمعت السكريات في اليوم كله بعد الغداء وبعدها فرشة كده أنا مشكلة أنا كده طول أسنان اتحلت مشكلة ده طول تغذية لسه ما تحلتش بس أنا بكلم أن أنا كده طول أسنان أنت الفكرة المشكلة الأكبر هل هي في الكمية ولا في عدد مرات التعارض للسكريات أنا بسأل السؤال ده الأمهات فيقولوا أه أكيد الكمية مهمة عدد مرات التعارض هو الأهم مش الكمية يعني أنا ممكن أكل بارد شوكليت مرة واحدة أتعرض لتسويس لريسك من التساوس أولي جدا ممكن أقسمه أخذ كل يوم أخذ كل ساعة حتة صغيرة يبقى أنا مخال مغرق الأسنان في أحمضة على مدار اليوم هو ده الأطفال بيعملوه على فكرة هو معدسة صغيرة هو ما قدرش يأكل الكمية كلها مرة واحدة فهو بيوزعها على مدار اليوم وده أسوأ حاجة إنه هو بيتسبب السنان تبقى على طول في حالة تخمر في سكر وأحمض فالحل مرة واحدة في اليوم هيبقى اتفاق ممتاز لو قدرت تخليها بعد الغداء وبعدها فرشة أنت كده حالة الموضوع بشكل كبير فكرة بقى الثانية حالك قلتها هو الإحلال يعني إيه أنا مش لازم يبقى كله سكريات صريحة ممكن يبقى سكريات تانية بس في سكر الفجهة طبعا فيها ألياف سكرها بيتغسل بسرعة ضررها قليل وهكذا فده بعد ممكن يبقى صفقة كوي سحرك تمالها بقى في البيت أنا بعمل دكتور نحن طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات دي ويمكن أنا بالنسبة لي كبير وضحت لي حاجات كتير جدا متعلقة بأستان الأطفال أو حتى المعلومات ليها علاقة بالأمراض الوراثية بالنسبة لبشاكل الأستانة عند الأطفال شكرا جزيلا دكتور محمد سعدون أخصائي طبعا أسنان الأطفال جامعة القاهرة شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور